من صلاطة البنفسج إلى الشاي بأوراق الفرولة مرورا بحساء الزهر وصفات غير اعتيادية تحضرها مطاعم تونسية بفضل مشروع فريد أطلقته مستثمرة محلية لزراعة نبتات طازجة صالحة للآكل لكنه يواجه عراقي الإدارية تهدد استمراره وفق القائمة عليه درست سونيا ابيضي الصحافة ثم قررت التوجه نحو الزراعة الحيوية مدفوعة بشغافها بهذا المجال واختارت منطقة طبرقة في الشمال الغربي لإنتاج زهور صالحة للأكل عليها طلب كبير من عملائها وقت العملت الكرياسيون بتاع البروجيه متاعي على أساس هو أني أنا بش نعمل على الإكسبار خاطر الفلوخ كوميستيبل ما يجدخل في الثقافة الغذائية متاعنا ولكن الحمد لله بعد أول بيبليستي عملت على البش فيسبوك معناه اتفجأت أنه بارشة 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 لغستو في تونس وبرشة ديشاف في تونس طلبين لفلوخ كوميستيبل لم تقترت سونيا أي مبلغ من المصارف أو القطاع العام بل باعت سيارتها وبفضل الطابع المميز لمشروعها حصلت إبيضي على مساعدة من البنك الإفريقي للتنمية تقرب قيمتها من 13 ألف دولار أنا فخورة بالمشروع بتاعي أولا أنا الأولى على مستوى وطني وعربي ثانيا مشروع راقي ومزيان تعتبر في أوروبا من الفلاحة الراقية على الأخر انطلقت سونيا في مشروعها في العام 2019 بعد أربع سنوات من التفكير والتخطيط واختارت منطقة طبرق الجبلية المكسوة بالغابات لمناخها الملائم ومواردها المائية العذبة وتستخدمون بتات في إعداد الأطباق التونسية مثل شوش الورد وزهرة الخزامة المستخدمة في تحضير رأس الحنوت خلطة التوابل التقليدية المصاحبة لأطباق الكسكس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر